أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ أمان التباعة لوزارة الداخلية وأوضح المركز الإعلامي أنه جرت تواصل مع وزارة الداخلية والتي أكدت أن منافذ أمان التباعة للوزارة تحصل على استلعاء الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع حيث يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها من قبل النيابة العامة